انا لجيت رسالة لجيت بيان لافي في الميديا والبيان ده مافي مافي الا اتصلنا بكل القواعد بتا قبيلة الفور فمافي بيان يا جماعة بتلا من قبيلة الفور ينشروا في الميديا دي الصراعات اللي حصلت دي الصراعات بتا ميديا فقط صراعات بتا ميديا بنجي نردلو في الميديا هنا تلانا لايف قبلي كده لانه وقفنا هنان في حدودا لانه هدا كان ميديا وفيه صحيح ردو تفعل لكن هدا ميديا اما الرسالة يعني شوف الناس الزول اللي دار يخلق فتنة بهاول يطلق بهاول يصنع اي حاجة انه يخلق بها فتنة المكوين قبيلة الفور ما طلع بيان بموجب الكلام بتا انترنت ده لأي جهة من الجهات كلام ده الزول الجاب ويستعرضوا ده ناس الخاشنو وطبيقيا انه استخدموا ابنال دارفور نفسهم ده بعد ده كلام طبيقيا جماع انشروا اللايف او ادخدوا اللايكات الحاصل شلو انا معارف عشان الصفحة دي ما يحقروها لانه تاني شعلوا لانه صفحة المدد ومدرين الصفحة دي تمش الصوت ده لو ما واضح قولوا لانه ما واضح قولوا لانه ما واضح قولوا لانه واضح فالشباب ما في قبيلة الفور طلع بيان بموجب كلام ميديا وانترنت ده ده كلام ساكت كلام جلال عدب ساكت وكلام بتا انسان ببحث فشل في خطه وداري اصنا خشت خطه تاني ده كلام فارغ وزولكم الورنكتزة زول المجنون ده الورنكتزة ده يعني ناسو الهو بشتخلوا له الشغل ده و بجو عشان يعزز الوضع ما بين الزقاوة والفور فهو في اخبية يعني اندنا نهنا اخبية برضو زي يعني زيو كده اندنا ناس يعني مع الهروبات ده بكون اندو مشاكل نفسية الاندو مشكلة نفسية ما هنان على وحدها بالمناسبة كثير من الدارفور بالتحديد القبائل اللي استحدفت من 2003 الى يوم نعازة كثير منه يعني الناس عايشة مشاكل عايشة مشاكل فما ما ما وجدت الاجه لما نلقوا الانترنت ومطاح وانك انت تجي تشكل هجوم او تجي بلات محتوى يختلف وانه هددت انا هسي ما اقوله هددتكم ابر النت ده كلام فارغ فما ممكن انك يعني الناس تعدت ابر النت وتتكلم في التكتوب ده يعني كلام اجيب جدا فانا نرجو انه يا اخي المثقفين من ابناء الاغليم الغرقب من ابناء دارفور الناس تحاول تنشر وقي يعني تنشر عمله بتاوقي في لانه احنا محتاجين للشغل بتاوقي ده كتير لانه كل الناس الشباب الهسي خرجوا برا الواحد كلهم قادرين يعانوا من مشاكل يعني مشاكل لانهم تالقين من مشكلة نفسه فالناس بيجت تستخدمهم بكل بساطة يعني استخدام الدهية بسيط جدا انك تستخدم دهية يعني كعالية بكل بساطة ممكن تستخدم الدهية كعالية يعني شي ما ما بكلف معك مبلغ كبير فكتير من ابناء الدارفور استخدموا انه يغلقوا بس اجع وصراع واساعات وكلام فارغ شديد وانه احنا الهتة ده يا شباب المثقفاتية واللايفاتية اللي بتلو لايفات وبيشكلوا هجومات ضد القبائل ومكونات واساعات وكلام الفارغ عرفين انه زي هنان كمية يعني ما ما هنان على واحدة كمية كبير زي هنان بتلو في اللايفات وبيمبو وزي اخونا ورنكتزة ده يعني هل ما اقول مكوين مكوين من مية وارباطاشر مليون نسمة يجي آي الفي نسمة يجي اطلع بيان بتاة kalام تيك توك ويجي يعني اطلع بيان ايجي انه دارين اعتذر لحمد لواحد ورنكتزة ابتيرا دار يخلق فتنة بين المكونات ده كلام ما منطقي بعدين الشباب اللي هو ليه الزول الدائر يخلق سراع ده ما يبدأ محل قاعد ده انا الليلة دار اخلك سراع مع انسان ببدأ محل انا قاعد هنا ده اقرب زول هنا ده المعاي هسي قاعدين في الكنبة ده ده شباب قاعدين من السودان من كل مكوناتهم ما نبدأ يا جماعة ما نجي نبدأ نبدأ من اي واحد قدامي هنا نبدأ نندقوه ليه بس انا دار نأزز وضع في مكان خلابة فدا كلام 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 خريب يلا النوعية زي ده 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 مدفوق مدفوق وهو قاعد بعيد لا اعرف الحاصل شنو في اهله في الداخل ولا من بعيد ولا من قريب يعني انا ما اعرف انا ما ما ليجيت ليه انا ما قادر علقى الخادة بتاع المكونات ده يوم ما خلقوا سراع اول حركات المصلح ما كان اي اي لغاء ما في حركة بسيء الاخر ما في اي قيادة بسيء الاخر ليه؟ لانه ده الاغلية انت سوق حاجاتك انت بطريقتك اما الظل ده كمان ده هو غير يسوق حاجاتك كيف فليه انتو هنا جايين و تسيء مكونات و يعني دارين غروش يعني عبر الفيسبوك ده انا قاعد يعني من بدري جدا نطلع لايفات لكن ما اعرف الفيسبوك ده بدي الناس ده غروش بأي كيفية فا اتخذ لنا لايك اي اجمازي الفي اصف حواقف و كدا فا اما نكرر انو في حضور اخيرا ما في بيان في بيان باسم قبيلة الفور في الميديا الزولة الجابو ده مصدره هو الزولة الدعفة و انو يخلق سراع ما بين المكونات ده واحد فور لم يطلع بيان المكونات يعني بالطريقة ده يطلع بيان انو ياقي بمجبل حاجاتكم اللي بسوو في الميديا ده ده كلام ما 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 صحيح كلام ده ما صحيح لكن مصدر الحاول يعمل البيان ده عشان يزح زيهو ده زاتو ما فتنة كون انك تطلع بيان في سراعات في تيك توك وفي كلام الفارغ ده ده زاتو فتنة ده واحد من فتن فمكونا الفور ما ممكن يطلع بيان زي ده على جانبنا ما في بيان زي ده الهده بتاع انو في ناس اللي بتلو لاي فاتيه ديل يا جماع كده اطبطوا انفسكم اطبطوا انفسكم واي زول انو مش تشايف نفسو انو هو حاج وهناي يعني خليه يمشي يشوف ليه طبيب خليه يمشي يشوف ليه طبيب ويشوف ليه طبيب يطالعك لانو في مشكلة في مشاكل في مشاكل نفسية وانو احنا نؤمن بالكلام ده لانو اي اي حرب يقع الناس الجيل القائم ده بكون الخرج من الحرب من لهيب الحرب اصلا بكون في مشكلة بكون اندو مشكالات اندو مشاكل نفسي فما نجي نكوريك في تيك توك وننبع في الميديا اننا احنا دارين وانت قاعد بقي ات مكانك ما معروف وقاعد دار تخليك سراع في الداخل في المنكوبين لك كلام ده ما منطقي وما بحصل طول ما نحنا قاعدين فنرجو انو اي انسان بتلع الميديا جيب ليك محتوى جميل اه جيب ليك انا ما لجيت شمالي 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 طلع في ميديا او اي لايفاتي شمالي طلع في ميديا يقول ناس قبيلت ديلك وناس قبيلت ديلك شوايقة جعلين ما اعرف ماس ما اعرف شنو دين ليه ما قاعدين يجو ينبسوا قبائلهم البعض البعض ليه بس ابناء الدار فورد دا اول ما طلع الواحد بس هم قاعدين ياكلوا صاحا واحد واول ما يقوموا خلاص بعد دا بقوم يجي يولي الانترنت ويجي ينبس مكونات السبب شنو يلاو دا السبب انا على حسب تغييم الفرضي اه اعثار الحرب اعثار الحروب المدد تدوين دانات اليكوبتر اه دك والحروبات بتا دار فورد دا ما قريب فدا يحاولوا استخدموا استخدموا بشرة نوعية زي دا الهو هسي هو مريض طالع من جهيم الحرب وطلع فزة حارب والان بستخدموا نوعية زي دا لانه يغلق زعزعة الوضع في الداخل ودا كلام ما بيبقى طول ما ان احنا موجودين وا ازا بيقى برضو علا جالا اما الكلام بتاكم دا ما بمثل المكونات الموجودة بالداخل انا اليوم دار نحني اخوات شعب المسلح بمدينة نيالة في اقلم دارفور احي اخوات الشعب المسلح في مدينة نيالة دارفور بانتصارهم الكبير وبردو بوصر رسالة للجنجويد الموجودين في دارفور انه ما تحاولوا نيالة دي لابناء دارفور نفسهم فما تحاولوا انه تمشوا تعتدوا عليهم لانه هتنتهوا بالجد القبائل الموجودين السودانين العاصلين يا اخي ما تمشوا تعتدوا على نيالة وفاشر الفكة لا في هناك الفكة لا في هناك الفكة دا يعني احمر احمر يعني بالعربي كده بقولوا ليه احمر قد احمر زول يعني بدتوا بس بدك من طرف اي معتدي ومعروف تاريخه طويل جدا فالناس ما تمشي تموت ساكت الناس ما تمشي عشان تموت ساكت ومن هنا نحيي القياد الفرقة 16 مشاه بانتصاراتكم ولازم الناس تدافع عن وطن ارت وارض وشرف انه انت ما تدافع عن ارضك وارضك وشرفك انت ذاتك ما بشر فبالضرورة انه الناس تقيف قندك واحد وتدافع بشدة ليه الزول دا بجي بعتدي على نيالا نيالا مالو انا من هنا بحييكم يا حضور نتمنى انو اللايف دا تنشرو اكرر لجيت ميديا في الانترنت الزولكم المجنون الورنكتز اذا شايلة بان تطبولة بان وما قادر يقراو قادبلة بان وما قادر يقراو قال دا من قبلة الفور دارين اعتذرولوه وده كلام ما صحيح ان نما انتوقو ما الساعة قبلة الفور ما باتتب بيان اشان يجي اعتذر لفردي دا كلام مستحيل دا دا ما موجود كلام زيدا ما موجود البيان دا بعد ساحلنا كل الجيار ما في جيها طلا ببيان وما في منظومة زيدا في مكوين الفور دا بالطريقة الحسي هو مسكر الزول دا دار يخليك فتنة دار يخليك فتنة الزقاوة دا ما قاعدين ما عام في بيوتو مفي بيوتنا انهنا لو دارينا بس الشغل دا ما موجودو تاعتنو زي كالعادة عجداتنا بوجودو في مشاكل طبيئية بوجودو بيشوفو لكن الشغلة دا ذاتو ما محتاج انت كيف تجي تكتب لك بيان والزول تجي تكتب بيان انت ذاتك وتجي تقول قال هاها ده الكاتبولي بيان دا وانا قال ما بقبلوا منهم بالله اتخيل 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 الناس بكونوا الواعد ما عندو برنامي بعد الشغل بجي بفتع لايفك بيضحك انشان يضحك من كوميدي اللي انت بتسويو لكن ما مستفيد من حاجاتك دا شي ما في حاجة بيقدم لانو حاجات كلها خراويات وحاجات كلام فارخ ساي ما عندك شي تقدمو ما في محتوى تقدمو اذا يبقى انو حاجاتك اللي انت بتسويو دا فيلمك وحاجاتك دا كله كلام فارخ يا زول انت ما عندك اي حاجة تقدمو ما عندك اي محتوى تقدم انا اجي اجيب لي فيديوهات بتاع ناس او احاديث ونخترق جروبات الناس بالضعفة عشان نجي نعمل بو محتوى دا كلام كلام فارخ ياخ ياخي كلام فارخ دا كلام فارخ ياخ وبعددك ما في زول بيسالوا ما 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 ولا يعني شوف يا شباب حد النفوس والضيق دا هو ضاقت لكل السودان يعني ما نحنا نواهتنا والله ما طمعانين نشيل ارض بتاع زول ولا طمعانين نسدم مع انسان ولا اندنا مشكلة انو نتضارب عن احنا بعضنا البعض دا وما في احد يقدر يخلق فتنة بيناتنا كمكونات في دارفور اما اي انسان اندو مشكلة نفسي باجي الفيديوهات